السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت في المجال الهندسة ومهتم بالبرامج مفتوحة المصدر فالفيديو ده ليك. الفيديو ده هنتكلم عن مواقع مهمة جدا بتساعدك في انت تحصل على البرامج الهندسية مفتوحة المصدر. ده اول موقع وده مستوق ان انت هتلاقي في مثلا كل اوب ديتات للبرامج الجديدة. هنا مثلا بتكلم حصل اوب ديت او تحسين او تعديل او تحديث للكيو كاد للفري كاد. في برنامج مثلا دخل ضمن ال اوبن سورس وهكذا. بالكلام مثلا عن ال ايف سي. ازاي تربطه بالبايسون وهكذا. ففي شوية داتا كواسي جدا. في مثلا موجودة يبدأ تشترك فيها. هنا في زي منتدى بالنسبة تبدأ انها تعمل شات فيه. هنا بقى هذا الموقع جميل جدا. هندخل على software directory. سيبدأ يجيب لك البرامج مفتوحة المصدر والمجانية. زي بلندر. زي فري كاد. زي سويت هوم سري دي. وهنا مثلا حاجات خاصة بالجي اي اس. عندنا كيو جي اي اس. و ال اوبن ستريت ماب. هنا البرامج خاصة بالفجوليزيشن. انك سكيب. هتلاقينا شرحين البرامج اللي بقولها دي موجودة بالتفصيل على بيب عربية. الجيم انجن. موجودة عندنا مثلا. في مثلا ايه. في جو دوت. عندنا حاجات خاصة بالفيرش والرياليتي والوجمانات الرياليتي. في حاجات خاصة بالجيوميتر سكانينج. في حاجات خاصة بالكاد والبيم. الابن بيم مانجمينت. ان شاء الله نشرحها بالتفصيل. تمام. طيب بعد كده هتلاقي البلندر طبعا هم حاجة. لان هو برنامج كوي جدا يعني في حاجات كتيرة جدا. ممكن تكون مكلفة لكن لان هو مفتوح المصدر. في ناس عملت ادنس وتولز. تقدر تتحول الموديل بتاعك. لجمانات الرياليتي والفيرش والرياليتي. ويقدر نحكي كتيرة جدا. لان هو اصبح هو القعدة اللي بعتمد عليها. تمام. ففيه مثلا بلندر بيم يقدر حوالك المقفل بيم. وتقدر تشوفه خطوة خطوة بالبني. تقدر تربطه بالتايم لاين. وهذه ميزة قوية. عندنا هنا. اي ف سي اوبن شيل. ده برضو من الحاجات القوية جدا. التعامل مع البيم بشكل كوي جدا. فسيب لكم الروابط ان شاء الله تستمتعوا بها. وكلها مجانيا. وكلها يعني ايمة على التطوع. او التبرع. ففي ناس كثيرا متبراعين بمبالغ. زي ما انت شايف. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.